الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأرحب بكم أحبة الأعزاء وأسأل الله جل وعلا أن يسبع عليكم النعم وأن يبارك لكم في جميع أموركم وأن يتقبل منكم الأعمال الصالحة وأن يعينكم على شكره وذكره وحسن عبادته كما أسأله سبحانه وتعالى أن يكون معكم في جميع أحوالكم وجميع شؤونكم إن الناظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته يجد معالم عظيمة فيها تعليمات تصلح به أحوال الخلق كلهم فمن ذلك ما ورد من التوجيهات سواء كانت في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأولاد والصغار وسأذكر لكم نماذج من ذلك مثلا فيما يتعلق بأمر الإنسان أهله بأداء الواجبات بحيث يتعودون على هذه الواجبات هي في صغرهم ليست واجبة عليهم ولكنها مستحبة في حقهم ومن هنا قال جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارًا عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ وَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَا مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وهكذا أيضا ما جاء فيما ذكره الله جل وعلا عن نبيه إسماعيل عليه السلام أنه كان يأمر أهله بالصلاة وهكذا في قوله تعالى وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسَأْلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرَزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه القولية والفعلية مثالا يحتذى في هذا الباب سواء فيما يتعلق بأمر هؤلاء الصغار بالأفعال الجميلة والأقوال الطيبة أو فيما يتعلق بالأخذ بخواطرهم ووضعه قيمة واعتبار لهم أو فيما يتعلق بملاطفتهم بالقول والفعل ومن ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى له بالصبيان الذين ولدوا حديثا فكان صلى الله عليه وسلم يدعو لهم وكان صلى الله عليه وسلم يحنكهم بالتمر والتحنيك بالتمر هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد ورد أنه مبارك ولم يرد في غيره أنه مبارك ولذلك لم يكن من شأن الصحابة رضوان الله عليهم أن يفعلوا مثل ذلك فلم يكن هذا واردا عن أبي بكر ولا عن عمار ولا عن أحد من بقية الصحابة الذين أمرنا بالاقتداء بهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر كما قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد ثم إن ذلك الذي يفعل مثل هذا الفعل إنما يزكي نفسه والله تعالى يقول لا تزكوا أنفسكم وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف الصغار يقول يا أبا عمير ما فعل أن غير أبو عمير أخ لأنس بن مالك وكان عنده طير فسأله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الملاطفة له ما فعل ذلك الطير وهكذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الصحابة أنس بن مالك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمره عشر سنوات فجاءت أمه أم سليم وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل أنسا معه يخدمه فخدمه عشر سنين فكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له في شيء فعله لما فعلته ولا في شيء لم يفعله لما لم تفعله وهكذا أيضا دعا له صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يطيل الله عمره ودعا له بأن يكثر الله له في ولده ودعا له بأن يبسط الله له في رزقه وهكذا أيضا نجد من حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس فإن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي ميمونة كانت خالة ابن عباس رضي الله عنهم جميعا فكان ابن عباس إذا جاءت ليلة ميمونة يبيت عندهم وكان يبيت في عرض الوساد فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قام معه ابن عباس ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه التأويل وتعا له بأن يفهم الكتاب وأن يكون من أهل العلم لعلنا نقف يسيرا في فاصل ثم بعد ذلك نعود بإذن الله جل وعلا بعد أن ذكرت قبل الفاصل شيئا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الصبيان الذين حوله أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الصبيان الذين في بيته أيضا بأن يلاطفهم بأن يصعد بعضهم عليه كان يحمل بعض الصبيان كما حمل أمامه في أثناء صلاته يرفعها في أثناء الصلاة وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه وجد مع بعض بنيه تمرة من تمري الصدقة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجها من فمه وقال كخ كخ من أجل أن يخرجها وذلك أن آل محمد لا تحل لهم الصدقة كما ورد في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم وهذا الشأن معه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمن قد ورد له شيء من المصائب أو من توفي أبوه كان يلاطف النبي صلى الله عليه وسلم من كان كذلك كما ورد أن جعفر بن أبي طالب لما توفي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته بعد ثلاث ولاطف أبناءه وأمر بحلق رؤوسهم وهكذا أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع العديد من الصحابة الصغار ورد أنه كان يلاطف عبد الله بن الزبير وأن ابن الزبير وكان صغيرا يعني فعل بعض الأفعال التي عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا كبر هؤلاء وبلغوا سنا ومبلغا أكبر من ذلك يجعل عليهم شيئا من المسؤوليات كابن سبعة عشر وثمانية عشر سنة ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرضى أن يشارك الصغار صغار السن معه في المعارك التي كان يخوضها ولذلك لم يأذن للبراء لم يأذن لابن عمر لم يأذن لعدد من الصحابة الذين استصارهم وأخرجهم من صف القتال إذا بلغ أولئك اختبرهم ونظر ما يتصفون به من صفات وحينئذ يقوموا بإكال بعض المسؤوليات التي يقومون بها فمن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصعب بن عمير وهو ابن ثمانية عشرة سنة إلى أهل المدينة يعلمهم ويذكرهم ويدرسهم القرآن قبل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاضيا يقضي بين الناس في الخصومات التي تكون بينهم بعث معاذ بن جبل إلى قوم أهل كتاب وهكذا بعث أسامة بن الزيد في الجيش وفي حوادث ووقائع كثيرة تدل على أنه أسند هذه المهام الكبيرة لأولئك الشباب الذين قد درسهم وخبرهم وعرف عنهم أنهم يتمكنون من القيام بهذه المسؤوليات التي ينيط رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيطها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ولذلك فإن تعويد هؤلاء الصبيان على المهام والمسؤوليات لا شك أنه من الأمور المحمودة التي يكون لها أثارها وهذا شاهده في كتاب الله في قوله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى إذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فدل هذا على أنهم يختبرون ويمرنون من أجل أن يكون عندهم قدرة على التعاملات المالية وبالتالي متى أنسنا الرشد منهم فإننا ندفع إليهم أموالهم وابتلوا اليتامى فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم نعم كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يعلم هؤلاء الصحابة ما يتقنون به حياتهم وما يتقنون به الدعوة إلى الله جل وعلا ومن شواهد ذلك أولئك الصحابة الذين كانوا يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمهم ويدرسهم ويذكرهم بالأحكام الشرعية التي تلزمهم وتلزم من خلفهم فقد كان يفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم العديد من هؤلاء الشباب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدرسهم ويعلمهم ويبين لهم الأحكام الشرعية التي تتعلق بهم وبأقوامهم وهذا بمثابة الدورات العلمية والمهارية والتدريبية التي تعقد لمثل هؤلاء فيتعلمون منها ومن هذا المنطلق نجد أن هناك عددا من الوقاع التي وقعت مثلا إذا نظرت إلى حال عبد الله بن مسعود نظرت إلى حال عبد الله بن عمر بن العاص نظرت إلى حال النعمان بن بشير ونحو هؤلاء من الصحابة الذين كانوا صغارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه حملهم المسؤوليات وبالتالي قاموا بها حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وأذكر في هذا واقع ذكرها لنا الصحابي الجليل مالك بن الحويرث عندما قدموا للنبي صلى الله عليه وسلم لعلي أن أقول تفاصيلها بعد الفاصل بإذن الله عز وجل حياكم الله أخوة الأعزاء بعد هذا الفاصل وأريد أن أنفذ لكم ما وعدتكم به من إيراد قصة مالك بن الحويرث رضي الله عنه يقول أبو قلابة رحمه الله تعالى أن قال جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا فقال لأصحابه ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف رأيته يصلي ولم يكن ذلك في وقت صلاة قال فقام مالك بن الحويرث فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم وكبر عند ركوعه ثم رفع رأسه فقام وقتا يسيرا ثم انصب فسجد ثم رفع رأسه هنية فصلى قال أبو قلابة يشبه الصلاة عمر بن السلم شيخنا هذا وأيوب يقول كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه كان يقعد في الثالثة أو الرابعة وكان يتم التكبير يعني أنه يكبر في كل انتقال من انتقالاته وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس وتلك كانت جلسة الاستراحة واستوى قاعدا وقد اختلف العلماء في جلسة الاستراحة فطائفة من أهل العلم قالوا هي مستحبة في الصلاة وليست بواجبة وآخرون قالوا بأنها ليست من الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم جلسها في آخر وقته لأنه كان مجهدا تعبا فجلسها على جهة الاستراحة لا على جهة التقرب والتعبد بها لله عز وجل يقول ثم يعتمد على الأرض فينهض يقول وكان مالك قد حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بأنهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه وكانوا شببة متقاربين يعني في السن قال فأقمنا عند النبي صلى الله عليه وسلم عشرين يوما وليلة قال فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحيما رقيقا فلما ظن أننا قد اشتهينا أهلنا وراءنا قد اشتقنا لهم سألنا عن من تركنا بعدنا في أهلنا من وراءكم ومن هم قرابتكم فأخبروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا وصلوا كما رأيتموني أصلي قال مالك بن الحويرث فانصرفتم عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فقال لنا إذا أنتما خرجتما وحضرت الصلاة فليؤذل لكم أحدكما ثم أقيما الصلاة وليأمكما أكبركما وفي هذا الترغيب في الأذان والإقامة حتى ولو كان الإنسان وحده ولو كان في برية وقوله وليأمكما أكبركما وذلك أن هؤلاء الشببة كانوا متقاربين فيما يتعلق بمعلوماتهم وبحفظهم ولذا فإنهم كانوا بالنسبة للمميزات الأخرى متساوين فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة كان هؤلاء متقاربين في ذلك لأن إقامتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت إقامة واحدة في عشرين ليلة وبالتالي فهم متساوون في ذلك في الغالب ولذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يميزوا في الإمامة بميزة أخرى تتعلقوا بالسن ولذا قال ولي أمكما أكبركما وانظر كيف أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا إلى أهليهم وأن يقيموا فيهم الصلاة بحيث يكونون أئمة يكونون مؤذنين ويعلمونهم الصلوات ويأمرونهم بأداء الصلوات في أوقاتها وأمرهم أن يكتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فهذه الأحاديث التي ذكرت لكم كلها تشهد لما ذكرته من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بصغار الصحابة وكان يوليهم عنايته وكان يؤمل فيهم شيئا كثيرا وكان يلقي عليهم مسؤوليات ليقوموا بها بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله وإياكم من الهدات المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة